السلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة أسئلة حول الحرب والهدنة الحلقة الثلاثون في هذه الحلقة سأجيب عن سؤالين في الحقيقة من أسئلة الحرب والهدنة سؤال يطرح ويتداول وتقدم عليها أجوبة حول جدوى دور جبهات المساندة التي أطلقها محور المقاومة لغزة خاصة أن العدوان على المدنيين وهذا القتل المفتوح لم يتوقف والتدمير لم يتوقف فيقاس عليه القول أن كل هذه المداخلة من لبنان إلى العراق وسوريا إلى اليمن بلا جدوى لأنها لم تفلح ولن تفلح في وقف هذا الاستهداف والسؤال الثاني هو الذي يقول أن إسرائيل أصلا بالنسبة للبنان أو بالنسبة لغزة لم تكن جهة عدوانية بمعنى صحيح في البدايات هي جهة احتلال وعدو وعدوان وإلى آخره لكن بعد نشوء موازين القوى التي تحكم المنطقة ليست إسرائيل هي الجهة التي تنكل بالعهود وبالالتزامات وبالتالي التحرش بها هو الذي يجلب المقتلى لشعوب المنطقة سواء لغزة أو للبنان في حاجة أن نناقش هتين الفكرتين بهدوء وبعقلانية حتى لو كان إثارة بعضها يثير الغضب سأبدأ بالسؤال الأول ليش محور المقاومة فتح الجبهات؟ وشو فلسفة فتح الجبهات؟ أولا ما حدا عنده وهم أنه فتح الجبهات مش بس هيك حتى بإطلاق الصواريخ يمكن أن يوقف عملية القتل في غزة أبدا يعني صواريخ حزب الله لنتخيل أنه عم تنزل على تل أبيب أولا القول بأنه هذا بيوقف القصف على غزة معناته أنه الإسرائيلي بدي يقول لأن حزب الله بدأ القصف بالصواريخ ونحن نتعرض للقتل فنحن نرفع العشرة وبأمرك يا حزب الله سنوقف القصف على غزة في غير الأهبل بيفكر هيك إذا حزب الله بدأ يقصف صواريخ لأنها يعني رد على قصف غزة الجواب الإسرائيلي سيكون قصف بيروت وعظيم بيروت مش أحسن من غزة يعني ودماشق وبغداد واللي بدكونية لكن هذا لن يوقف القصف على غزة يعني من شأن نكون واضحين هذا سيربط وقف القصف على غزة بنهاية الحرب وبالتالي ستتوسع دائرة الحرب ويبقى القصف التدميري على غزة مرتبطا بنهاية الحرب هون في عامل تاني لازم ننتبه له أنه سيصبح الأمريكي أقل إحراجا أمام الرأي العام والحكومات الغربية مثله لأن توسع الحرب سيفقدها الوجهة التي هي عليها الآن وعنوانها أنها وحشية همجية في التعامل يعني مظلومية فلسطينية صافية ستصبح حرب إقليمية ويقاربها الرأي العام الغربي والرأي العام الأمريكي من هذه الزاوية بل ربما يتم تقديمها بأنها حرب مدبرة بدأتها غزة ويستكملها الآخرون من أجل إنهاء إسرائيل وتشريد اليهود ورمي اليهود بالبحر وبالتالي تثير عطفا في الشارع الغربي ونكون أمام مشهد معاكس فإذن هذا الذي سينتج عنها ولا كيف تروح الحرب ولوين تصل الحرب إذن ما عدنا عم نحكي عن وقف الاستهداف المدنيين يعني منربح الحرب أكيد وهلأ منربح الحرب أكيد النقاش أي سيناريو أفضل لربح الحرب مش أي سيناريو أفضل لوقف القصف على المدنيين في غزة واستهدافهم واضحة أن دخول محور المقامة لم يكن في حسابه أي وهم حتى قبل نقاش الخيارات حتى عندما تستعرض خيار القصف الصاروخي فأنت لا تصل إلى وقف العدوان على المدنيين في غزة ووقف التدمير في غزة العكس يعني ممكن التدمير يزيد وأنه باعتبارها الخاصرة الرخوة والحرب مفتوحة خلي نخلص من غزة بالكامل والشارع الغربي يكون متفهم وأنا تفرغ لسائر الجبهات ما حدا بيعرف يعني وبالتالي والتهجير والدفع باتجاهها سينا يعني السيناريوات مفتوحة أما أنه يوقف القصف على غزة لا هو يربط هذا القصف إلا إذا حدا متخيل أنه بس ينزل أول صاروخ رح تعلن إسرائيل الاستسلام وتقول عفوا حزب الله نحن غلطنا يعني ما فكرنا أنك رح تفوت على الحرب بأمرك يخي بدك نوقف على غزة منوقف عن غزة في حدا بيتخيل هذا سيحدث أكيد لا فإذا نخلي نشيل من التداول البحث في معيار مداخلة قوى المقاومة في المنطقة هو وقف القصف على المدنيين والتدمير والقتل أم لا هذا مين هو معيار لأنه هذا فتحة الجبهات أم لم تفتح فتحت على هذه الوتيرة أم على الوتيرة العليا هذا لن يتوقف سيبقى مرتبطا مصير القصف على غزة والتدمير والقتل في غزة بمصير الحرب متفقين؟ منكمل هلأ بمصير الحرب بدك تنائش إذن ما هي المسارات التي أنت تفضل أن تسلكها الحرب لتضمن فيها نصرك وتضمن فيها هزيمة عدوك المسار الذي تخوضه قوى المقاومة شو أدواته؟ الأداة الأولى فيه هي إبطال مفعول الردع الأمريكي وهذا قد لا يحدث إذا ذهبت المقاومة إلى العيار الأعلى العيار الأعلى ممكن يجبر أمريكا على التدخل يعني على مقابلة النار بالنار واستخدام القدرة النارية إذا رحت أنت قصفت عمق إسرائيل ممكن يعني فالردع الأمريكي شو وظيفته؟ وظيفة الردع الأمريكي أن يقول لا توسع الجبهة ممنوع جبهة لبنان تفتح ممنوع العراقي تدخل ممنوع اليمن يدخل الذي فعلته الآن قوى المقاومة هو أنها أسقطت هذا الردع ما بعتقد في حدا اليوم خلينا ناخد يعني بشكل أساسي المثال الأقوى لأن الحالات الأخرى بيطلع حدا بيتفزلك عليك هون يمين الشمال رح ناخد المثال الذي لا مجال للنقاش فيه وهو البحر الأحمر مضيق باب المندب الذي يجري هناك شو بيقول؟ أصلا حتى الحكي الأمريكي لما بتطلع أمريكا وتقول هذا ليس مسؤولية أمريكية هذا مسؤولية دولية أف من أمتى ما أمريكا كل عمره بتقول هذا مسؤولية أمريكية وبتقول هي نيابة عن كل العالم وخدمة لكل العالم ولأنها الدولة الأعظم في العالم هي تتعهد بأن تقوم بحماية أمن الملاحة أقروا الاستراتيجيات المكتوبة الصادر عن البنتاجون كل سنة اللي فيها فقرات خاصة عن البحر الأحمر والملاحة بالبحر الأحمر وليش هو شريان الملاحة الحيوي الأول في العالم مش بس لأنه تعبر منه أربعة وثلاثين بالمئة من التجارة العالمية بل لأنه أيضا شريان النفط إلى أوروبا طاقة بل أيضا لأنه الشريان الموصل إلى أمن إسرائيل لأنه على تماس معها في إيلات وبالتالي السيطرة الأمريكية على الأقل النظرية على أمن البحر الأحمر وأنه عندنا حلفاء هناك مصر والسعودية دولتان الأعظم على كل حال وأثيوبيا فبالتالي نحن لازم بيدنا يعني إمساك البحر الأحمر طيب واقع الحال أن اليمن على كل حال إذا طلعت على البحر الأحمر في اليمن الدولة المناوئة للهيمنة الأمريكية عم بحكي حكومة صنعاء وعندها يعني جزء من ساحل البحر الأحمر وميناء على البحر الأحمر جاءت اليمن وقالت نحن شركاء في أمن البحر الأحمر ومن موقع هذه الشراكة لن نسمح للسفن الإسرائيلية أن تعبر ولا للسفن الذاهبة إلى موانئها أن تعبر ما دامت غزة تحت الحصار وما دام العدوان عليها مستمرا طيب نوضع الأمريكي بين خيار من اتنين ما عم نقول الأمريكي ضعيف لكن الأمريكي إذا استخدم قوته فهو سينفذ قرار أنصار الله لأنه عملياً استخدام القوة سيؤدي إلى حرب في البحر الأحمر لحال السفن ما ستعبر ولحال التأمين سيطلع أكثر على السفن ولحال النفط سيغلى يعني أنه بيكون نفذ ما يريده أنصار الله من خلال الذهاب إلى المواجهة معهم يعني تحت وهم أنه عم بيقيدهم وعم يمنعهم من تنفيذ قرارهم بروح هو بنفذ قرارهم لذلك هو المخرج اللي عم بيقوله قوة دولية وإقليمية هو شراء وقت لأنه حتى القوة الدولية والإقليمية شو بها تعمل بها تشتبك مع أنصار الله تسكر البحر الأحمر فيهن ينهو أنصار الله بلك ما قلوهم 8 سنين هن بيحاولوا ينهو أنصار الله يعني وبالتالي إذا كل يوم أطلق أنصار الله بس انتلت البحر الأحمر بالمدمرات والحاملات وسواها كل يوم يطلقوا صاروخ واحد على البحر الأحمر ما في ملاحة لأنه ممكن ينزل على سفينة تجارية ممكن ينزل على ناقلة نفط فبالتالي إذا أشعلوا الحرب على اليمن مجددا فليه السبب الأمريكي إذن الردع ضرب فإذن محور المقاومة هذا هو الهدف الأول وهذا من خلال هالشكل من فتح الجبهات لأن الفتح الأعلى ما بالضرورة أكيد أنه يضرب الردع الأمريكي في احتمال كبير أن يؤدي إلى تسييل هذا الردع الأمريكي لأنه فوق مستوى قدرة التحمل الأمريكية للإهانة أنه تكون أنت عم تضرب عمق تل أبيب والأمريكي يقعد متفرج ويقول أنا جبت الحاملات لحت تصوره سيكون مضطراً أن يدخل الحرب على الأقل هذا احتمال كبير بينما الأكيد الآن بحكم الواقع أنك أنت ذهبت إلى هذا المستوى من قواعده تضرب في العراق وسوريا حزب الله يتصرف بتلقائيته على الجبهة رداً على التهديدات الأمريكية غير آبهم بها وفق معادلة أما حاملتكم هذه فقد أعددنا لها عدتها وفي البحر الأحمر يمرغ بالوحل وجه الردع الأمريكي وبالتالي هذا الهدف الأول تحق الهدف الثاني هو تظهير قدرة الردع لدى محور المقاومة للجم الاندفاع الإسرائيلية كيف من خلال أن فتح الجبهات سواء عن طريق اليمن تذكروا في البداية مسيرات وصواريخ وهذا لن يتوقف على فكرة يعني هو مستمر بالإضافة إلى معادلة البحر الأحمر القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والأهم جبهة لبنان اللي شو بتقول عملياً ما أنت إذا بدك تروح يعني تقول تظهير الردع يعني تقول للإسرائيلي أنه ضع في حسابك أن غزة ليست وحدها وأنه إذا بلغت الأمور لحظة الخطر على الهدف المحدد وهو ممنوع هزيمة المقاومة إذا وصلت إلى اللحظة التي يصبح هذا الهدف مهدداً أي تصبح هزيمة المقاومة احتمالاً وارداً فإن المقاومة لن تكتفي بما تفعله الآن وأنت تعلم ما لديها وهي تحجم عن استخدامه الآن المقاومة في العراق أنها تضرب الآن القواعد الأمريكية لكن لديها مكزون صاروخ هائل المقاومة في لبنان أنت تعلم ما لديها وتعرف وتتحدث أصلاً عن ما لديها والمقاومة في اليمن هلأ عما تقول السفن الإسرائيلية ما بتمره والسفن اللي ذاهبة إلى الموانئ ما بتمره لكن إذا اندلعت الحرب الكبرى قد تقول أغلق مضيق باب المندب للإصلاح للتصليح بمعنى أن التجارة العالمية توقفت وبالتالي ضع في حسابك هذه التداعيات قبل أن تتدحرج نحوها طبعاً المقاومة الآن بوضع جيد ومقتدرة وممسكة هي بزمام المبادرة وبالتالي هذه الوظيفة الردعية حاضرة حاضرة احتياطاً لأي تدهور إن شاء الله ما بيصير لكن بالحرب ما في تبني إلا على أسوأ الاحتمالات ماذا لو الوظيفة الثالثة هي الاستنزاف شو يعني الاستنزاف الإسرائيلي مثل ما شرحنا مراراً عنده مجموعة كتل عسكرية محترفة وتتضمن قوات نخبة يمكن الاعتماد عليها في حرب مثل الحرب مع حزب الله والحرب مع القسام وسرايا القدس يعني مع قوات نخبة محترفة في جسم المقاومة هذه قواته عديدها بين 40 ألف و 60 ألف هي التي يمكن الاعتماد عليها بالحرب هلأ ما عنده قدرة احتياط 300 ألف هلأ مجند ممكن يرفع على 500 إلى 600 بس هول يعني يعني بعبي فيهم وراء القوة المحترفة إذا كان منتصرا عم بيتقدم بيقدر وراء 10 ألف من القوة المحترفة يشغل 100 ألف من الاحتياط أما إذا كان بحالة اشتباك داري وصعب وقاسي ما بيفيدوا الاحتياط بيفيدوا يمكن بنقل الذخائر بيفيدوا يعني أشياء بالجبهة الخلفية وعندما يعني تخسر القوى المحترفة جزءا من بنيتها فهو لا يستطيع أن يعوضها بالاحتياط لأنه هذا بده ينزل المستوى القتالي وبالتالي شيئا فشيئا بده يبدأ يخسر الحرب كما يحدث الآن في غزة اللي بيفهم عسكر بيعرف شو عم بحكي بيعرف أنه عندما اندفعت القوى الأساسية التي أرسلها إلى غزة وبدأت تصاب شو عمل الإسرائيلي والاحتياط موجود بغزة على فكرة يعني 300 ألف اللي جايبهم هو على الاحتياط حاطت 100 ألف منهم على أبواب غزة لكن صرح منهم 100 ألف لأنه ما ينشغل فهو المئة ألف اللي حاطتهم بغزة ما قدر يستعملون لأنه ما قدر ياخد منطقة سيطرة مطلقة كاملة ما فيها أي وجود للمقامة ليقول الإمساك بهذه المنطقة وحراستها يمكن إسناده إلى 10 ألف و 15 و 20 ألف من الاحتياط ما حدث هذا الشيء كل المناطق لا تزال مناطق معارك من الشمال إلى الجنوب يعني من بيت لهية وبيت حنون وانت نازل طيب وجبالية والشجعية كله بلا استثناء فلذلك شو اضطر يعمل جاب اللي كانوا بالضفة إذن هون هو سرح احتياط لأنه ما إليه شغل ولما احتاج يرمم جزء من خسائره في غزة جاب اللي بتضفة هو عنده 20 بغزة 20 بتضفة 20 عجبها جنوب لبنان ما جاب من جنوب لبنان لأنه ما فيه تركه لأنه حساباته لمفهوم الردع الذي يتضمنه فتح الجبهة بعقل المقاومة شو هو أنه في لحظة التدحرج هو مقرر بده ينهي حماس وبده يعني يقضي على المقاومة كيف سيرد حزب الله أحد أشكال الرد الأساسية هي العبور وبالتالي مواجهة العبور ما بتتم باحتياط وهو حتى بالضفة ما قادر يبعث احتياط فشغل الحرس الحدود والشرطة والشبك وعم تشوفوا بالأخبار إذا بتتابعوا لما بيعلنوا من هي القوات التي دخلت واضح بالتسميات وبالتالي تبين لديه أن الاحتياط الآن لا شغل له القوة الأربعين ألف اللي صاروا بغزة ظهر منهم عشر تلاف من القتال باقي تلاتين ألف أعاد ترميم بنية صالحة للقتال وفت على خان يونس وهو منذ ذلك التاريخ خسائره تتراكم ما في جيب من جنوب لبنان لأنه بده يحط مقابيل فرضية العبور نخبة النخبة ويقتل من هؤلاء الرقم اللي المستشفيات في شمال فلسطين المحتلة تتحدث عنه 1200 1800 إصابة عفوا من الجبهة طيب 1800 إصابة من العشرين ألف مش رأى بسيط يعني بلشنا عم نوصل على العشر بالمية والخمسة عشر بالمية لما منوصل على العشرين والخمسة وعشرين بدأنا نتحدث عن خروج وحدات من الجبهة وبالتالي حرب الاستنزاف هنا لا لها قيمة وقيمة عظيمة بمفهوم الحرب تدمير بنا الاستكشاف والاستشعار والمراقبة والتنصط والكاميرات وسواها هام جدا من حرب الاستنزاف والرسالة الواضحة التي تقول ليش عم تعملهول عم تعملهول لأن في نيتك العبور وبالتالي تأكيد لمفهوم رسالة الردع وتمهيد الطريق أمام فرصة استخدامها إذا دعت إليها الحاجة ثلاثة التهجير طيب اليوم الإحصاء الوطني اللي عندهم في الكيان بيقول أنه عدد الذين نزحوا 300 ألف من كل الجبهة وبيقول اللي من عسقلان وأسدود وغلاف غزة بحدود المية طيب يعني في 200 من الشمال والوسط الوسط عم بقصد يعني شمال الوسط يعني من خلينا نقول من فوق تل أبيب وطلوع شمالها طيب هذا النزوح بفضل القلق والفزع والخوف والذعر من صواريخ حجب الله الخط الأمامي كله فاضي بحدود السبعين لثمانين مستوطنة منه رايح فيه نزوح نسبي طيب هول 200 ألف مش بس عاملين عبق اقتصادي واجتماعي على أهميته لأنه لبدأ شوي بالموضوع الاقتصادي رح يشوف النتائج أنه كبيرة وفوق طاقة إسرائيل على تحملها وتخضع إسرائيل للمشيئة الأمريكية كلما اعتمدت إسرائيل على أمريكا في تعويضها وبالتالي هاي نطة يعني مذعجة ومؤلمة وموجعة للقيادة الإسرائيلية لكن نتجاوز نبقى بوظيفة التهجير السياسية اللي حطت قادة الكيان قدام خيار من اتنين يا بتروحوا على الحرب للقضاء على وجود حزب الله في الخط الحدودي الذي يهدد أمن المستوطنات يا نحن ما راجعين طروا يحكوا أنهم نروح على الحرب طيب هني عارفين أنهم ما فيهم يروحوا على الحرب فوق طاقتهم وليست ضمن الخطة الأمريكية لتحمل التبعات والتداعيات فمحلها بصير الضغط باتجاه لتخلص من هذا التهديد التسريع بوقف الحرب في غزة فإذن وظائف هذه الجبهة مدروسة واضحة مبنية على معادلة ليست في عقل الذين يتساءلون الذين يتوهمون لأنهم يأخذون الأمر بسطحية وبتسرع أنه إذا دخل حزب الله بصواريخه سوف يقف القصف على غزة غير صحيح غير صحيح سوف يرتبط مصير وقف القصف على غزة بمصير الحرب كلها عام كيف تنتهي الحرب كلها هذا هو السؤال بالصواريخ والله بهذه الطريقة المتدرجة التي لا تستبعد الصواريخ ولا تستبعد العبور لكنها والنقطة الأخيرة في وظيفة هذه الحرب بهذا المستوى وهذا الشكل أنها تقول للمقاومة في غزة أن لديك ما ليس لدى الإسرائيلي لديك حلفاء وأشقاء جاهزون إذا ضاق الخناق وإذا صعبت الظروف وهذا واثقون بأنه لن يحدث لكن لا نستبعده كاحتمال في حسابات الحيطة والحيطة واجبة إذا حدث لا تخشوا لن تكونوا وحدكم وإن استدعى نصركم ومنعوا الحاق الهزيمة بكم أن نقلب الطاولة في المنطقة وأن نذهب إلى حرب شاملة فلن نتردد في هذا الإسرائيلي ما عنده كلام مثل هذا الكلام من الأمريكي عنده أمل عنده تمني عنده رجاء عنده سعي لكن المقاومة في غزة أمامها البرهان من خلال هذا الحراك العسكري على الجبهات وكلفة الدم الذي تدفع على هذه الجبهات أمامها الدليل البائن الواضح بأنها تشمد ظهرها إلى جبل إذا ما شعرت واستشعرت بأن الأمور تسير بعكس ما رسمت وما خططت سلام القدس لكم وعليكم وفي حلقة لاحقة نناقش السؤال الثاني سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا سلام القدس